ترجمة نانسي قنقر طلب أعضاء مجلس بلدي الشمالية بأن يتم تحويل بحيرة اللوزي إلى منطقة ترفيهية مع تخصيص الأجزاء المطلة على البحيرة في المخطط كممشا عام ومطاعم ومقاهن استثمارية مع الإصرار على تطوير البحيرة والمحافظة عليها كمحمية طبيعية خصوصا وأن مشروع المتنزه قد أخذ وقتا طويلا ولم يتم الشروع بالعمل فيه على أرض الواقع حتى الساعة من سنتين حصلنا من قبل وزاة الإسكان على وثيقة الموقع وتم تحديد حدوده بالكامل فبالتالي أمكن أن نصر شهادة المسح وبالتالي تم عمل مناقصة من قبل أحد المقاولين لتسوير هذه الموقع وحين حاليا هو تحت الإنشاء هذه التسوير وإن شاء الله بعد الانتهاء منه سوف من خلال مقترح المجلس البلدي لتطوير هذه الموقع وكانت طبعا هناك مقترحات جدا إيجابية بإنشاء مثل ما نقول مقاهن مطاعم استثمارية على هذه الموقع وتكون متنفس لقبل المواطنين والمقيمين في المنطقة كما بحث المجلس مقترحا يقضي باستخدام نظام جديد لتحصيل الإيرادات البلدية ويكون مستقلا عن هيئة الكهرباء والماء حيث أكدت اللجنة المالية والقانونية التي تقدمت بهذا المقترح على أنه سيساهم في تحصيل الرسوم البلدية بشكل مباشر لحسابها الخاص مع الاحتفاظ بقيمة الرسم الذي يتم تسديده للهيئة لقاء تحصيل تلك المبالغ بهذا المقترح هو استحداث نظام لاستحصال الرسوم البلدية يكون مستقل عن هيئة الكهرباء والماء وطبعا هذا من خلال تبني مقترح طبعا قدم الأخ علي جعف الرئيس قسم الإيرادات في البلدية الشمالية وكمجلس بلدي تبنينا هذا ورفعنا كمقترح إلى سعادة وزير الأشغال والبلديات تخطط العمراني وهذا المقترح راح تكون للفائدة الكبيرة خاصة أنه راح بتوفر مبلغ كبير من الميزانية حاليا البلديات قاعدت تدفع إلى هيئة كرباء والماء تقريبا مليونين وثلاثمائة ألف دينار سنويا وفي الوقت نفسه راح بتكون عملية آلية بتكون لها استقلاليتها وبتكون أمور واضحة وتكون هناك صلاحيات كبيرة لموظفي البلدية من أجل متابعة عمليات الموارد المولية الإيرادات واستحصال الرسوم البلدية المتراكمة وأيضا في الوقت نفسه ضمن المقترح أن الأفكار تكون هناك إدارة خاصة لمتابعة هذا الأمر من جانب آخر توافق الأعضاء على تعديل بعض التصنيفات لعدد من العقارات في مناطق مختلفة من المحافظة مع الإصرار على إبقاء بعض التصنيفات في منطقة الجسرة بنفس التصنيف بالإضافة إلى بحث فكرة تخصيص أرض لأحد المساجد بمنطقة الشاخورة مع تعديل وضعية المسجد ليكون مهيئا لاستقبال المصلين من أهالي المنطقة خول اللي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر